طيب خلونا خبر اقتصادي صحيح لكن احنا بالتأكيد ده خلاص يعني ما بنتكلم على الاقتصاد بنبقى فاهمين علاقة الاقتصاد بالسياسة بتطورات الاوضاع صحيح انه مؤشر استقرار وتحسن قيمة الجنيه المصري امام الدولار الامريكي بيبقى ليه علاقة برضو بمناخ الاستثمار في مصر بشكل عام بالاصلاح الاقتصادي لكن بالتأكيد وهنسمع طبعا خبرنا الاقتصادي الموجود معنا على تليفون دكتور مصفى بدرة يعني علاقة ده بالوضع في الولايات المتحدة الامريكية هل في علاقة مباشرة انخفاض سعر الدولار الامريكي امام الجنيه المصري في نهاية التعاملات اليوم الاثنين ليسجل ادنى مستوى ليه في 8 شهور عند مستوى 15 جنيه و60 ارش وانخفض سعر سعر الدولار الامريكي امام الجنيه في عدد كبير من البنوك المصري دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي معنا على تليفون مساء الخير يا دكتور مصطفى مساء الخير يا فانده مزلي حضرت اهلا وسأل الحمد لله يا دكتور يعني الخبر ده نفهمه في اي سياق يعني الحمد لله احنا طبعا شايفين مؤشرات لها علاقة بالجنيه المصري خلال الفترة اللي فاتت وتوقعت الحمد لله يعني اثبتت صدقها وتحسن الجنيه بشكل ملحوظ لكن النهاردة تفسير حداك ايه لهذا النزول نزول الدولار يعني او تحسن الجنيه امام الدولار بهذا الشكل والله طبعا انا اتمحي لدي خلفية جبيرة جدا احنا بقى اربع شهور تقريبا الحمد لله الحمد لله الاحتياط النقد الاجنبي بتاعنا في الزياج احنا تقريبا وصلنا للاحتياط بتاعنا تسعة وتلاثين ونصف مليار دولار ده رقم طبعا بعد الانقصاد عثر أزمة أو وباء كورونا وارجوا من الله فعلا أنه يزول هذا الوباء عشان يرجع لأقصاد تاني إحنا الاقتصاد بيزيد وبينفدد الأقصاد الخارجية واقتصادنا الحمد لله في حالة من التوازن الكبيرة جدا أولا يا فندم مؤسسات التصنيف الخارج بتدينا مش مستقر إحنا عندنا معدلات لموة أم حضرتك يعني قلت تعبير مهم جدا لأقتصاد النهاردة بقى الشغل الشغل للناس وفعل أسعار السلعة النهاردة يا فندم حقيتها اعتبارا من بكرة الصدر كل من بيقيم سلعته النهاردة بالدولار حيث تنزل عشان المواطن النهاردة يحس مش إحنا كان حضرتك تتذكري من سنتين ثلاثة الدولار في الطالع طب إنه بادي الدولار في النيازل يعني حقيت اللي بيشتري عربية النهاردة مثلا يلاقي أسعارها بتنزل تقييما للدولار دي نبرة واحد نبرة اتنين كمان اللي عندنا فيه حاجة مهمة إن احنا بنشوف التحصل الملحوظة من الموارد ده جاي البنوك كلها فيعني فيه ثقة من الناس من بره بتحول العملة الأجنبية وبتسفير الجنة لمصر ده بيدي طمأنينة لكل المستثمرين اللي حضرتك تفضلت بذكره النقطة الثالثة بقى كمان الاقتصاد العالمي كله النهاردة شايف إنه الدولار فيه أسوأ حالاته طب ليه؟ لإن انت عارف حضرتك إنه جون بايدن اللي هو المرشح أو اللي هو الفائز فيه رئيسة الولايات المتحدة حيتم دخل بسموها موارد تحفيزية يعني حيتبعه حوالي واحد ونصف تريليون دولار ويحطوها في السوق الأمريكي جاهد يعني للأسف الاختصاد الأمريكي العملة حيتها بتنزل والنهاردة بتشوفي الأسواق في العالم كل البورصات في العالم النهاردة ارتفع ليه؟ لإن هما النهاردة قالك طب دكرة بقى خلاص الأسواق هتفتح يعني إن شاء الله لما جون بايدن يمسك ويبتدي النهاردة يكون فيه علاج لوباء كورونا وتبتدي الثيارات تبتدي تتحرك ثاني فتلاقي النهاردة اللي بتقول ارتفع حوالي 5% فيه حالة من القرحة كبيرة جدا في الأسواق بتعم وإن شاء الله إذا فعلا صدقوا إن هو العلاج بتاع فيروس كورونا خلاص خلال الشهرين القادمين أو زينا بيقولوا كده على أول مارس القادم بالكتير هيكون في كل الأسواق يبقى فعلا تطمنوا إن الاقتضاد في العالم كلها هترجع تاني تعود استياحة ترتفع العملات المحلية أمام الضغط شكرا جزيلا أخبار طبعا طيبة وإجابية بنتكلم عنها والحقيقة إحنا طبعا لما بنتابع التقرير الدولية المعنية بالشأن الاقتصادي وكلامهم من فترة طويلة عن أن الجنيئ المصري هو من أفضل العملات الأجنبية أداءا أمام الدولار وصدنا طبعا بهذا الشكل وإن شاء الله من التحصن لتحصن بإذن الله شكرا جزيلا دكتور مصافة بدرة على وجود حضرتك معنا